نحو معدلات سكر طبيعية وكيف تتعامل مع الأعراض النفسية والجسدية لمرحلة مقابل السكر بدأنا مريت بالمرحلة النفسية ومتعملت معها صح أو مريت بالمرحلة الجسدية ومتعملت معها صح والنهاردة الأعراض حصلت بتاع مرحلة مقابل السكر هل ينفع تتعامل معها وترجع للحالة الصحية وتعيش بقى الفي صحة وعافية؟ طبعاً وتبعد عن الأدوية والكلام الطويل ده بقى إزاي؟ نفسياً وده شيء ناس كتير بتهمله وبتهتمش به لازم تتعامل مع المشكلة النفسية اللي سببت لك نوع من المشاعر اللي هي الديء والحزن على مدارات سنين طويلة ليه؟ لاندي لو ما تعمدش عن مصدر المشكلة هتفضل كل ما تفتكر المشكلة تطلع لك نفس المشاعر فلازم تتعامل معها صح أو تروح لمختص بحيث لو المصدر المشكلة اختفى بالتالي مشاعر الحزن والديء تختفي وده يحسن نفسيتك وبالتالي يتحسن صحتك ما تستقربش كلامي الجانب الجاسدي ده شيء مهم جداً بقى اللي احنا بنقول عليه وزنك لازم يكون وزن طبيعي بالنسبة لطولك هقولك طريقة غير معادلة بتاعت الطول بالنسبة للوزن اللي هي انت شوف طولك كم سنتي يعني مثلاً مية خمسة وسبعين سنتي الرقم اللي فوق المية ده مفروض يكون وزنك قريب منه يعني طولك مية خمسة وسبعين سنتي يبقى وزنك طبيعي الصحي مفروض يكون خمسة وسبعين كيلو فبالنسبة للوزن لازم يكون وزنك طيب الامر التاني الاكل المدخلات الاكل لازم يكون اكل يغلب عليه الاكل الطبيعي زي ما ربنا خلقه كلما كان الاكل زي ما ربنا خلقه من غير لعب كتير فيه كلما كان اكل صحي بنسبة بيلا النقطة التانية تقلل نسبة السكريات بقى في اكلك الفاست فود البيبسي العصير الكتير اللي بسكر كتير السكر ده طبعا ياريت تخفيه من حياتي الخاص تالت حاجة الرياضة لازم تهتمل بالرياضة وتبدأ تعلي معدلات الحرق عندك في جسمك عشان ده بيحسن الصحة كتير جدا النقطة مهمة جدا قلل الضغط على جسدك ازاي يعني بتحوش تشتغل اربعين ساعة في اليوم وبتنامش كويس اعكس بقى النام كويس اشتغل وارتحش تخدوا فترات راحة كويسة ده هيقلل الاسترس على جسمك بشكل كبير وهيحسن صحتك وهيحسن نفسية ده لو عملت بقى التوازن في الآخر من الامر النفسي والجسدي تتشافى بإذن الله وترجع للمرحلة الصحية ومتنساش ان الصحة والشفاء هي مجموعة طاقات صحية انت بدخلها جسدك يعني مجموعة طاقات اكل صحي زائد رياضة زائد نفسية متوازنة زائد هي كده الطاقات الطيبة ديت هي عبارة عن الصحة ومتنساش ان ربنا يريد بناء اليسر والصحة يسر والشفاء يسر